موسيقى رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين في وفاة الجوهرة بنت عبد العزيزة محافظ حظر موتي الطلي على الاسترالات الخدمية لشهر رمضان المبارك والصيف القادم موسيقى تدشين العمل بمحطة الشرقية لتعبئة الغاز المنزلي بمدرية ثمود موسيقى اهلا مشاهدين نشطة اخبارية مفصلة من تفزي حظر موتي بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرقية عزاء وموسى إلى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الاميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي عن خالص تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين سائل الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان ثمن محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي الجهود المبدولة في الإعداد والترتيب لتنفيذ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس وثنويات المحافظة للعام الدراسي عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين والتحضيرات لإنجاحها بالصورة المطلوبة تتويجا لنجاح واستقرار العام الدراسي الحالي وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية بالمحافظة للقطاع التربوي من أجل استمرار استقرار العملية التعليمية متمنيا للطلاب التوقفيق والنجاح وكان محافظ المحافظة قد استمع من مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين عبدالله بعباد إلى الترتيبات التي سابقت الامتحانات وتم اتخاذها لضمان تنفيذ الامتحانات على الوجه الأكمل هذا ويتقدم لأداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في عموم مدارس وثنويات حضر موت عداء الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين عدد ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائة وثلاثة عشر طالبا وطالبة منهم مائة وخمسة وسبعون ألفا ومائة وواحد وستون طالبا وطالبة على مستوى مدارس ساحل حضر موت ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون طالبا وطالبة في مدارس الوادي والصحراء اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبهوت مبارك بماضي اليوم بالمكلة على الاستعدالة الخدمية لشهر رمضان المبارك والصيف القادم واستمع المحافظ من وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس أمين بارزيق والمدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق المهندس صالح العمري إلى خطط التحضير في الجانب الخدمي للشهر الكريم والصيف القادم وخصوصا في قطاع الكهرباء ومستوى توفير المحروقات والزيوت والصيانة العامة للمولدات إلى جانب الاطلاع على نتائج زيارة الوكيل الفني لمدرية حجر والترتيبات لتشغيل كهرباء المديرية والاستماع إلى أبرز احتياجاتها كما اطلع المحافظ على سير الأعمال الجارية في الطرق بمدينتي المكلة والشحر والمدن الرئيسية مشددا على مضاعفة الجهود للاهتمام بقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية خصوصا في شهر رمضان المبارك التقى رئيس شعبة السجون السجون القاضي مهدي علي فزيع بالمكلة بكل من رؤساء نيابات استئناف المكلة القاضي شاكر بونج والأموال العامة القاضي صالح السعدي والجزائية المتخصصة القاضي رائد لردي وعدد من مكلاء النيابات الابتدائية ورؤساء الأقلام الجنائية اللقاء ناقش حالات السجناء ممن أنهوا فترة محكوميتهم وما زالوا محبوسين على دمة الحقوق الخاصة وكذا السجناء المستحقين لإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وأكذا السجناء الأجانب كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الاستيعابية للسجن المركزي ومراكز الشرط وأناقش اللقاء أوضاع النيابات وسير العمل فيها بشكل عام وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية العمل بتعميم النائب العام بشأن الإفراج الشرطي للسجناء وإعداد كشفات المعسرين منهم وعرضها على فاعلي الخير افتتح المدير العام لمدرية ثمود المهندس رزيق أحمد رزيق المنهالي وألمين العام للمجلس المحلي بمدرية ثمود الشيخ حسن هادي العامري العمل بمحطة الشرقية لتعبئة القاز المنزلي بمدرية ثمود البالغ انتاجها حوالي ألفي استوانة غاز باليوم وخلال الافتتاح الذي حضره عضو مجلس النواب الشيخ صالح سالم العامري تم التعرف على المحطة ومكوناتها وشرح آلية العمل فيها والتوزيع وأوضح النائب العامري أهمية هذه المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين بالمناطق الصحراوية حاثا رجال الأعمال والمستثمرين على العمل في مثل هذه المشاريع الاستثمارية أقامت مؤسسة حضر موت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلة حفل إشهار وتوقيع كتاب تاريخ الصحافة في حضر موت لمؤلفه الأستاذ خالد سعيد مدرك رئيس المؤسسة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بساحل حضر موت خالد أحمد القحوم وفي الحفل ألقيت العديد من الكلمات قدمها مكتباء الإعلام والثقافة ونقابة الصحفيين بحضر موت أشادت بالجهود الكبيرة التي قام بها المؤلف في سبيل تأليف هذا الكتاب القيم وعدته مرجعا مصدرا مهما عن تاريخ الصحافة في حضر موت نظمت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة فعالية توعاوية بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلا الذي يصارف التاسع من مارس وخلال الفعالية أشاد المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة عوض مبارك بالجهود الكبيرة التي تبدلها الجمعية في خدمة عشرات المرضى إلى جانب الأنشطة التوعوية التي تقيمها بشكل متواصل للتقليل من نسبة الإصابات بأمراض الكلا فيما تحدث الدكتور محمد إبراهيم منسق برنامج الغسيل الكلوي في الجمعية الدولية عن تزايد الإصابات بأمراض الكلا في البلدان النامية كاليمن نتيجة اكتشافه مؤخرا مما يصعب عملية علاجه تعين الجميع إلى التفاعل مع الحملات التوعوية التي تطلقها الجمعية وإنصالها إلى شريحة واسعة من المجتمع المحلي في مختلف مديريات المحرة تشهد عدد من المحافظات اليمنية حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من منتصف مارس الحالي وتستمر إلى إبريل القادم بصورة متفرقة وتشير آخر تحاليل تنبؤات العددية ومخرجاتها إلى تأثر حالة من عدم الاستقرار الجوي على بلادنا وذلك بتكاثف أحزمة من السحب الركامية الرعدية مصحوبة بهطول أمطار تتراوح بين المتوسطة ومتفاوثة الشدة مع احتمالية تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطت السرعة مع جريان للسيول والشيعاب على هضاب حضر موت ومرتفعاتها وأوديتها وسحارها مع امتدادها إلى أجزاء من مدن ساحل حضر موت ومديرياتها وتشمل هذه الترابات الجوية محافظات حل مهرة وأبين وشبوى وعدن ولحج ومأرب والجوف والمحافظات الوسطى والغربية من بلادنا هذا وأشار مصدر الأرصاد إلى أن شهر رمضان المبارك يصارف دخول فصل الربيع وسيكون معدله طول الأمطار في هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي على حضر موت وبقية محافظات الجمهورية اليمنية ودع المصدر السلطات المحلية في محافظة حضر موت والمحافظات المذكورة إلى رفع الجاهزية والاستعداد الأمثل لمجابهة أي مخاطر محتملة نتيجة غزارة الأمطار وتدفق السيول مناشدا الجهات المعنية بفتح عبارات الأودية من الانسدادات التي قد تشكل خاطرا على المواطن نتيجة تدفق السيول بغزارة مسببة فيضانات محلية مشاهدنا بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين في وفاة الجوهر بنت عبد العزيزة محافظ حضر موت يطلع على الاستعدادات الخدمية لشهر رمضان المبارك والصيف القادم تدشين العمل بمحطة الشرقية لتعبئة الغاز المنزلي بمدرية ثمود مشاهدين ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعيات حضر موت تيفي حتى الملتقى دمت في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة